بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الاعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اردوغان لرئيس وزراء اليونان افعل ما بدا لك فسنقوم بما يلزم لمعرفة التفاصيل كونوا معنا حتى النهاية صرح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بان رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس متسوتاكيس يطلب مساعدة من الولايات المتحدة ضد انقراء وخاطبه قائلا افعل ما بدا لك فسنقوم دائما بما يلزم وجاهزون لذلك جاء ذلك في كلمة الثلاثاء خلال انطلاق احتفاليات اسبوع المولد النبوي الشريف وحفل توزيع جوائز مسابقة حفظ القرآن الكريم في مركز جامعة حج بيرامولي للمؤتمرات الثقافية بالعاصمة انقراء واشار اردوغان ان تركيا هي الاولى عالميا في مساعدة المظلومين وليس الغرب ولفت انه عند ذكر اسم تركيا يتبادر الى الاذهان دولة تتميز باقتصادها وقدراتها الدفاعية ومواقفها الانسانية والمبدئية في مواجهة الازمات واضاف رئيس الوزراء اليوناني يطلب مساعدة من امريكا ضد من؟ ضد تركيا افعل ما شئ فسنقوم دائما بما يلزم وجاهزون لذلك وبين اردوغان ان معادات الاسلام والاجانب التي وصلت الى ابعاد مخيفة في الغرب وجرائم الكراهية المنتشرة مثل الوباء والاضطرابات الاجتماعية والسياسية والاعمال الدموية التي تستهدف الاطفال الابرياء اصبحت السمات المميزة لهذا العصر الجديد واضافها نحن نشاهد كيف تدفن القوارب اليونانية الابرياء في بحري ايجا والمتوسط هل نسمع صوتا من العالم؟ لا لكن فرقاطاتنا تهرع اليهم وتنقذهم من البحر لاننا مسلمون ونطبق اسلامنا حفظ الله اردوغان ووفقه الله دائما لما فيه صالح الاسلام والمسلمين متابعين الاعزاء ان كانت مادة هذا الفيديو قد اعجبتكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته